على هذه الاستضافة لا شك على وجه إذن سيد بلعور سنتح قبلت الحديث عن التحذيرات أو حتى النموذج الذي سيكون في هذا التقييم للمكتسبات نتحدث بداية يعني على أهداف إلغاء هذا الامتحان الذي كان امتحان رسمي ويعني إعطاء صيغة أخرى له على أنه تقييم للمكتسبات شكرا مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة إلى إلغاء امتحان السنكيام سابقا ما يعرف بالسنكيام أو امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي كان حتمية بيداغوجية لماذا؟ لأن نسبة النجاح في هذا الامتحان تعادل نسبة نجاح تلاميذ في الفصول الثلاثة أي عندما نحسب معدل نسبة تلاميذ الذين يتحصلون على معدل يساوي خمسة أو يفوق على عشرة في الفصول الأول والثاني والثالث تقريبا هي نفسها النسبة لينجح فيها التلاميذ في هذا الامتحان وبالتالي يصبح هذا الامتحان هذا تقريبا لا جدوى بيداغوجية منه لأن عدد التلاميذ الذين ينتقلوا أو ينتحوا في هذا الامتحان هم نفسهم تلاميذ الذين ينتحوا خلال السنة الدراسية وبالتالي قرر سيد وزير التربية الوطنية إلغاء هذا الامتحان ومن قلوش تعويضه بامتحان آخر وإنما يبقى الانتقال تلاميذ من السنة الخامسة ابتدائي إلى السنة الأولى متوسط بحساب المعدل السنوي يعني كل تلميذ يتحصل على معدل خمسة على عشرة أو فوق هذا المعدل ينتقل إلى السنة الأولى متوسط هذا الامتحان الثاني هو امتحان تشخيصي والتشخيص مكتسبات التلاميذ أو تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي الامتحان السابق كان يمتحن فيه تلميذ في ثلاث مواد ونجهل نحن ما هي مكتسبات التلاميذ في المواد الأخرى ولهذا نجد أن نسبة الإعادة في السنة الأولى متوسط مرتفعة جدا وبالتالي هذا الامتحان وهو امتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي جاء لكي يشخص لنا ما هي مواقع أو مواطن الضعف ومواطن القوى لدى التلميذ في مختلف المواد كما تعلمين أن كل منهاج كل مادة لديها منهاج هذا المنهاج هذا فيه كفاءات مستهدفة هذه الكفاءات المستهدفة من خلال هذا الامتحان نقدرنا أن نعرفه هل التلميذ اكتسب هذه الكفاءات أم لا ومن هنا تأتي المعالجة البداغوجية هؤلاء التلاميذ عندما ينتقلون إلى مرحلة التعليم المتوسط ويتكفل بهم أسدد التعليم المتوسط وبالتالي الامتحانين مختلفين تماما من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون ومن ناحية الأهداف وبالتالي انتقال التلميذ هذا الامتحان لا يؤثر على انتقال التلميذ إطلاقا شريطة هالتلميذ اللي يتحصل على معدل سنوي في السنة الخامسة خمسة أو يفوق خمسة ينتقل إلى التعليم المتوسط شريطة أن يجتاز هذا الامتحان نتحدث لهذه النقطة حول الإلزامية وهذا الشرط لتوجد التلميذ يعني ليس اختياري ليس اختياري لأنه في علوم التربية وفي علم التربية يقال أنه لو لا الامتحان لمدرس تلميذ ها نكون ما كاشل الامتحانات تلميذ مايراجع تلميذ مايقرأ وبالتالي الإلزامية هي لضرورة بيضاغوجية محظى مدام التلميذ يتمدرس إذن هو ملزم باجتياز هذا الامتحان ما نقدروش نخلوه اختياري واحد يفوت ويفوت وهذا لم يفوت الامتحان هذا ما نقدروش نعرفه المشاكل البداغوجية تاعه وبالتالي الإلزامية هي لغرض بيضاغوجي لا غير وبالتالي كل تلميذ يتمدرس في المؤسسة التعليمية في المدرسة الابتدائية أو في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة حتى مؤسسات التربية والتعليم الخاصة معنية بهذا الامتحان وهو امتحان عادي بسيط الغرض منه هو تشخيص نقائص التلاميذ هذا التشخيص يدون في دفتر بيضاغوجي يسموه دفتر تشخيص المكتسبات هذا الدفتر هذا يروح مع التلميذ إلى المتوسطة ونسخة منه تسلم إلى الولي من أجل أن يتابع نقائص الابنتاو ومنظر أن يوجد ولي لا يحب يعرف ما هي النقائص لابنتاو هذه فرصة للمتابعة أيضا أكيد هو فرصة سواء لأستاذ سواء أستاذ الابتدائية أستاذ الذي سيستقبل هذا التلميذ في المتوسط وكذا بالنسبة لأولياء لمعرفة مستوى أبنائهم أكيد أننا في التعليم الابتدائي مثلا هناك أستاذ اللغة العربية نقول أستاذ اللغة العربية يدرس اللغة العربية ويدرس الرياضيات ويدرس تاريخ الجغرافية تربية المدنية تربية الإسلامية هناك أستاذ للغة الفرنسية وأستاذ للغة الأمازيغية هذا الأستاذ على اللغة العربية يدرس عدة مواد يعني أستاذ واحد يدرس عدة مواد عندما ينتقل تلميذ إلى مرحلة تعليم المتوسط لكل مادة يصبح لديها أستاذ وبالتالي متابعة هؤلاء التلاميذ يكونون خلال هذا الدفتر دفتر تشخيص المكتسبات هذا الدفتر هذا يروح مع التلميذ إلى المتوسطة الأستاذ ليستلم هذا الفوج لديه مجموعة من تلاميذ يقدر يعرف مثلا عنده عشر تلاميذ في اللغة العربية عنده مشكلة في الإعراب أو عنده مشكلة في التعبير أو عنده مشكلة في الإنتاج الكتابي وربما أستاذ يمكن أن يساعد من أجل تجهيز ربما أقسام يعني تكون فيها عدد التلاميذ اللي عندهم ربما نقص في اللغة العربية ونقص في أرياضيات أو أي مادة أخرى يعني يساعدهم على أنهم يكونوا في الرسم هذه العملية موجودة حاليا موجود حصص تسمى بحصص المعالجة مثل المعالجة والاستدراك ولكن هذا الحصص المعالجة والاستدراك يقوم الأستاذ بتشخيص التلاميذ الآن الأستاذ التشخيص ره موجود ما عليه إلا متابعة أولئك التلاميذ معنى أنه عنده مشكلة تكون تكملة تكون تكملة وبالتالي هو عملية التواصل بين مرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم المتوسط وهذا الامتحان هذا رح يتوج أيضا بشهادة تمنح للتلميذ وهذه الشهادة يدون فيها ما هي الكفاءات التي اكتسبها وما هي الكفاءات التي لم تكتسب وبالتالي عنده دفتر وعنده أيضا شهادة شهادة تسلم إلى التلميذ وبالتالي هذه عملية بيضاغوجية محظى الغارض منها هو تشخيص نقائس تلاميذ في التعلومات والمعالجة البيضاغوجية لها في مرحلة التعليم المتوسط وخاصة في السنة الأولى المتوسط التي تشهد أكبر نسبة من الإعادة للتلميذ وعلى هذا معناها هذه العملية نحن نطمع أن الأولياء تتلميذ بأن هذا الامتحان ما هو امتحان تعويضي لأن كأننا سيد قلنا حين امتحان وجبنا امتحان كانوا يمتحنوا في ثلاث مواد صبحوا عدة مواد هذا امتحان السابق كان يمتحن فيه التلميذ في ثلاث مواد وكان عنده تنظيم امتحان رسمي خلق هاجس وخلق ضغوط نفسية لدى التلميذ في هذه السن المبكرة وكان في وقت سابق هو مطلب للمجتمع بالتخلي عن هذا الامتحان اليوم هذا الامتحان كما قلت في السابق الأسباب التي أدت إلى التخلي عنه هذا ليس بديل وإنما هذه عملية بيداغوجية أخرى هذه العملية البيداغوجية الغارض منها هو التشخيص نقائص أولئك التلميذ من أجل المعالجة البيداغوجية لهم في المتوسطة وإتمام مرحلة التعليم المتوسط بنجاح هذا الامتحان هذا سيشرع في التسجيل له في ابتداء من 5 فبري الشهر المقبل عملية تسجيل رح تكون من طرف مدير المدرسة الابتدائية من خلال الأرضية الرقمية لأن كل تلميذ الآن احنا عندنا 10 مليون تلميذ في المراحل التعليمية الثالث كل تلميذ لديه رقم تعريف مدرسي معناه مدير المدرسة هو اللي يدخل لهذه الأرضية الرقمية ويسجل التلاميذ ويستخرج قائمة هؤلاء التلاميذ وكل تلميذ احنا كنقوله الإلزامية كين حالات؟ تظهرنا حالات طريقة تلميذ مريد تلميذ لظروف ما مقدرش يفوت مادة من المواد هناك حصص أو هناك يعني استدراك يقدر ينظم له امتحان استدراكي ويجتاز هذا الامتحان فهذا النقطة سيد بلعوان تحدث فيما يخص طريقة الامتحان يعني هي ليست يعني هي تكون على فترات متقطعة أكيد هذا الامتحان هذا سيشرع فيه امطلاقا من 30 أفريل إلى غيث 25 ماي كل تلميذ أو هذا الامتحان كل مادة تمتحن في يوم في الفترة الصباحية وتبقى الدراسة عادية معناه التلميذ رح يمتحن في الحجرة تاعه وفي القسم تاعه مع أستاذه يعني تكون ظروف عادية ظروف عادية جدا يعني مثل جدول توقيت يعني يذهب للمدرسة عادية يعرف تلميذ قال يوم 30 أفريل عنده امتحان تقييم المكتسابات مثلا في اللغة العربية في الإنتاج الكتابي عنده مثلا يوم 2 ماي أو 3 أو 5 ماي معناه الفترة متقطعة بين امتحان وامتحان بيومين أو ثلاثة بتالي التلميذ رح يكون في أرياحية ويجي ويخدم عادي وكأنه مع أستاذه في حصة عادية وهذه العملية الآن رامي مرسوها الأساتذة مع التلامي التاع من خلال الاستجوابات من خلال الفروض الفجائية ولكنها غير مهيكلة بدغوزيا بشكل يعني واضح وعلى هذا عملية تنظيمها وعملية هيكلتها تسمح لنا باش نشخصه النقائص الموجودة لدى التلميذ نحن ممكن نوجد تلميذ ينتقل من المتوسط من الابتداء المتوسط بمعدل مرتفع 7 أو 8 من 10 وواجتها ثلاث مواد ولكن لديه في هذا المواد ثلاثة ولديه نقائص نجهلها لأننا ما دلنا له تشخيص وهذه مرحلة مهمة جدا في العملية التربوية أو في العملية البيضاغوجية طيب يعني مثل هذا النقاط هل يتم شرحها شرحها للتلميذ والأولياء أيضا على حد سواء لما يخص التجهيز أو التحضير لهذا الامتحان أكيد التحضير لهذا الامتحان الآن كان هناك ندواتين وطنيتين تم يعني إنجزوهما على المستوى المركزي بتحضير مفتشين تحضير نوات وطنية تكوين نوات وطنية مكونة من مجموعة من المفتشين هؤلاء المفتشين الآن راهم على المستوى الجهوي الآن في هذا الأسبوع هذا راح عندنا ندواتين جهويتين الأسبوع الماضي أيضا كانت ندواتين جهويتين مع المفتشين مفتشي التعليم الابتدائي للمواد الثلاثة اللغة العربية والأمازيغية والفرنسية ثم بعد هذه المرحلة هذه النوات الجهوية راح تتكفل بتكوين المفتشين والأساددة على المستوى المحلي على المستوى الولائي وعلى مستوى المقاطعة التفتيشية ومن ثم تنظيم ندوات تكوينية لفائدة الأساددة والأساددة بدورهم راحين يطبقوا بعض النمادج مع التلاميذ في الأقسام حتى يعني يزول هذا الهاجس ويزول هذا الخوف وهو لا يعني معنا ما فيه لا خوف ولا يعني نظرنا فقط لسن يعني لسن التلميذ يعني نقوله حوالي عشر سنوات 11 بسنة يعني بالنسبة للتلميذ الذين سيستخدمون هذه الامتحانات يقرأ خمس سنوات يعني يجب أن يكون هناك ربما شرح يعني استغلال نوعا ما في بعض الحصص يعني شرح كيفية هذا الامتحان أو نموذج أو إعطاء نموذج لهذا الامتحان أكيد الآن على مستوى الندوات الجهوية وعلى مستوى الندوات المحلية راح تنجز نماذج تنجز نماذج لهذا الامتحان هذا النماذج راح تسلم للسادة الأساتذار هذه الأساتذار راح يخدموا هذا النماذج هذه مع التلاميذ في القسم وبالتالي الأستاذ يكون متعوذ على هذا النمط من التقييمات والتلميذ أيضا يكون عنده فكرة أو نظرة على هذا النمط من التقييمات وبالتالي فهي عملية يعني عملية عادية بيداغوجية عادية جدا يعني ما تخلق الناش يعني شوشرة أو تخلق الناش هاجس بالنسبة لا للتلميذ ولا للأستاذ ولا للولي وهذه رأي في مصلحة التلميذ وفي مصلحة أيضا المدرسة الجزائرية ككل فقط سيد بلعور لو نعود وتوضح لنا فيما يخص يعني هذه الشهادة ستتوج بدفتر قلت لنا دفتر للتشخيص نعم وشهادة أيضا نعم هذا الامتحان هذا يتوج بشهادة يعني هذا التلميذ هذا عندما يجتاز هذا الامتحان في نهاية الامتحان ما فيهش علامة هذا الامتحان هذا بزيد الأكذو ما فيهش علامة قلت المدة 3 على 10 ولا الدسبة على 10 ولا فيه شبكة تقييم فهذه الشبكة هذه قال الكفاءة هذه مكتسبة جزئيا أو غير مكتسبة أو متوسط الاكتساب يعني تكون عن طريق هذه الملاحظات ملاحظات عبارة عن ملاحظات هذه الملاحظات يستفيد منها الأستاذ في التعليم المتوسط ويستفيد منها أيضا للولي تلولي يقدر يعرف ما هي المشاكل اللي راي عند الابن التاعو في مختلف المواد الشهادة تمنح له للتلميذ أيضا شهادة هذا الشهادة يوضح فيها ما هي الكفاءات المكتسبة وما هي الكفاءات غير المكتسبة ما معناه أن هذا الامتحان سوف يتوج بشهادة وهذا تطبيقا للقانون توجيهي للتربية الوطنية طيب ويتم احتساب أيضا معدلات الفصول في الانتقال تحتسب معدلات الفصول الثلاثة فقط لا غير معناه هذا الامتحان تقييم مكتسبة التلميذ لا دخل له نهائيا في عملية الانتقال فقط التلميذ لما يجتاز الامتحان رايح يحرم من الانتقال إذا كان ما عندوش مبررات إذا كان عنده مبررات يكون عنده فرص أخرى للاستدراك يدرونه امتحان استدراك طيب في حال التلميذ حصل المعدل في الامتحانات الفصول الثلاثة ولم يشتاز هذا الامتحان التقييمي التعليم مواضحة لأنه يحرب من الانتقال يحرب من الانتقال لماذا؟ لأننا نعرف ما هي نقائصها التلميذ وما هي مكتسباته رغم حصوله على المعدة أكيد إذا كان عنده مبرر للغياب تاعه وممكن تلميذ يغيب في مادة لظرف ما هذا يعوض له الامتحان هذا يعوض له من طرف الأستاذ تاعه من طرف المفتش يعوضوا له الامتحان هذا في وقت آخر ويجتاز هذا الامتحان كغيرهم من تلميذ وهل تم التحذير نماذج لمثل هذا الامتحان؟ أكيد وقت لك بأنه تم الشروع الآن في هذا الوقت اللي رأنا فيه نحن في البلاتو وهي الندواتين جهويتين واحدة في الجنوب الجزائري على مستوى ولاية ورقلا والأخرى على مستوى ولاية وهران وكان هناك في الأسبوع الماضي أيضا في الشرق الجزائري هذه الندوات هذه وهذه العمليات هي عمليات تكوينية تدريب المفتشين على هذا الامتحان وفق دليل هذا الامتحان الآن رأي عنده دليل بناء هذه الامتحانات المفتشين الآن يقومون بإنجاز مواضيع تجربية نموذجية هذه المواضيع سوف تنتقل إلى الندوات الولائية والمحلية مع المفتشين والأساتذة معناه كل أستاذ رح تكون عنده فرصة للإطلاع والمشاركة هو أيضا في إنتاج مواضيع في هذا الشكل ويتجربها مع التلاميطة قبل الامتحان 30 أبريل ثم بعد الانتهاء من هذه الندوات المحلية وتكوين الأساتذة والمفتشين سيشرع في إعداد مواضيع هذه الامتحانات على المستوى المقاطعة ما هو امتحان وطني معناه الموضوع ما هو موحد على مستوى الوطن معناه كل مفتش يدير الامتحان للمقاطعة عن تاو وتحت إشراف مفتش اللغة العربية ومفتش اللغة الفرنسية ومفتش اللغة الأمازيغية هؤلاء يشكلوا نوات واستدعاء أساتذة أكفاء هؤلاء المفتشين والأساتذة يقومون بإعداد المواضيع الفترة المحددة لإنتاج هذه المواضيع هي منتصف أفريل معناه قبل 13 أفريل تكون المواضيع جاهزة ومطبوعة وتحفظ لدى مفتش اللغة العربية دائما بطبيعة الحال تحت إشراف مديرية التربية للولاية وهذا الامتحان التقييمي يكون على فترة متقطعة إلى غاية شهر ماي إلى غاية 25 ماي يشرع فيه في 30 أفريل وينتهي منه في 25 ماي وربط الشهر وربط الشهر وهي المواد سبعة أو ثمانية وبالتالي كل يومين أو ثلاثة يكون التلميذ عنده امتحان وتبقى الدراسة في المدرسة دراسة مستمرة بشكل عادي معناه التلميذ يروح مثلا يوم 30 أفريل يروح للقاعة تاعه يقعد في المكان تاعه سيوجد موضوع يجيب عليه ويسلم الورقة للأستاذ تاعه بدون أي أستاذ تاعه ولي يحرصه بفترات محددة الأستاذ كيف يفهم ما هو المغزى من هذا الامتحان والتلميذ والولي يفهم ما هو المغزى من هذا الامتحان نظن الكل رايح يساهم في إنجاح هذا الامتحان ويساهم في تقييم هذه المكتسبات من أجل تشخيص نقائص التلميذ لا غير أكيد سيد بلعور كسؤال ختامي نصائح نوجوها للتلميذ الأولياء لا حد سواء من أجل إنجاح هذا الامتحان لتقييم مكتسبات نحن نوجه نصائح للأولياء لأننا نشوف بعض الوسائط الاجتماعية أنه ينتخوف ويقولون بأنه منحوا امتحان وعوضوا امتحان هذا هذا غير صحيح تماما وزارة التربية الوطنية ألغت امتحان السنكية بطريقته السابقة وهذا الامتحان ما هو تعويض نأكد ما هو تعويض للامتحان السابق هذا التشخيص للمكتسبات ولا علاقة له بانتقال التلميذ من مرحلة تعليم الابتدائي إلى مرحلة تعليم المتوسط فهذه العملية هذه تهدف إلى تشخيص هذه النقائص تشخيص هذه النقائص هذا عنده هدفين على المستوى تحت التلميذ أننا نعرف النقائص تعوي بس نعلجوها وعلى مستوى المركزي أيضا عند تصحيح الأوراق وإعطاء هذه الشهادة للتلميذ نكون عمل آخر وهو صب هذه النتائج في الأرضية الرقمية لوزارة التربية وفق معالج رقمي خاص بهذه العملية الغارض منه ما هو هو بس نعرفه على المستوى الوطني أو المستوى المحلي مثلا في ولاية معينة ما هي مشكلة التلميذ في الرياضيات إذا وجدنا أو في اللغة العربية أو في التاريخ والجغرافية نحن كنا نعرف باللي مثلا 60% إلى 70% من تلميذ أخفاق في كفاءة معينة هذه الإخفاقات التي نحصرها ونعرف النسبة الكبيرة التي تكون موضوع مخطط وطني للتكوين يعني ما هي الأسباب؟ يعني هل مشكلة الأستاذ أم في طريقة تقديم الدرس؟ في طرائق التدريس أو في البرنامج أو في معناها المحتوى على البرنامج وبتالي تكون هناك مخطط تكوين وطني خاص بالأستاذات لماذا؟ لأننا ممكن اليوم ننظم ندوات تكوينية لفائد الأستاذة في محاور معينة وممكن هذه المحاور التي ننظم فيها ندوات تكوينية لا يحتاجها التلميذ لا يحتاجها الأستاذ لماذا؟ لأن كل تلاميذ الكفاءة مكتسبة بينما محاور أخرى فيها إخفاق ومناش ندير فيها عملية تكوينية وبالتالي تكون عندنا نظرة على المستوى المقاطعة واحد على مستوى الولاية تنين وعلى المستوى الوطني وبالتالي تكون هناك تدخل من طرف مديرية التكوين من أجل وضع مخطط تكوين لفائدة الأستاذة والمفتشين حتى يعود بالإيجاب على التلميذ والحد من رصوب تلميذ في السنة الأولى المتوسط وأيضا في السنوات الأخرى اللاحقة طيب نصائح للتلميذ نصائح للتلميذ نقول لأبناء التلميذ وعندنا أبناء نرامية مدرسة أيضا في المدرسة أن هذا الامتحان هو في فائدتكم وهو من أجل تشخيص يعني نقائص اللي راكم تعانيوا منها حتى يتكفل بها الأستاذة في تعليم المتوسط يكون عنده دفتر مثل الدفتر الصحي للطفل وبالتالي الدفتر هذا يروح مع التلميذ إلى المتوسطة الأستاذة في المتوسطة نقول دفتر صحي معرفي دفتر بيداغوجي للصحة البيداغوجية إذا صح التعبير وبالتالي الأبناء التعنان كلهم اجتهدوا ودرسوا مع الأستاذة إذا أتعكم الانتقال را يكون بالمعدل السنوي وليس بهذا الامتحان كل تلميذ راح يتحصل على معدل سنوي خمسة أو يفوق خمسة على عشرة فهو ناجح وينتقل إلى التعليم المتوسط شريطة أن يجتاز هذا الامتحان من أجل تشخيص النقاء استحادة البيت إن شاء الله نتمنى ونجح لكل التلميذ مقبلي عن الانتحانات الرسمية شكرا جزيلا لك سيد أبو علامة بلعور مفتاح الشمكة بوزارة التربية الوطنية شكرا جزيلا لك العفو إذا ننشي المشاهدين على شريط الأخبار داهر